فاركو النهاردة زي ما قلت لكم فايز على امبي واحد سفر بهدف احمد مودي في الديه 67 من راكل الجزاعة بكرركم تاني النتائج عشان تشوفوا معنا الاهداف الهدف امام حضراتكم هدف الفوز لفريق فاركو هدف جاء من ضرب الجزاعة زي ما قلت لكم احمد مودي فاركو عامل اداء محترم تحسن ايضا زي ما اتكلمت على فيوتشر ان فيوتشر تحسن عكس بداية الموسم ومفهوم ان فيوتشر اول موسم دي في الدورة فطبيعي كان هياخد وقت وبالما يدخل في الموت خاصة ان هو مع تشكيلة محترمة فاركو كان نفس الامر بدأ يتحسن روايدا روايدا ويقدم مباراة كبير علماء ان هو بلعب مع فريق تكتكيا رائع جدا مع كابتن حلمة وان هو فريق امبي ولكن قدر يحسم النهاردة الفوزة دي مباراة الاسماعيلي وبراميز هدف حسن برقصية من احمد سامي في الديئة 64 كان الاسماعيلي بيحاول في المباراة دي كان ماشي بشكل معقول جدا في هذه المباراة ولكن الاسماعيلي اوجعه تتزايد تتزايد كل شوية وبراميز الان في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز انتظارا للنادي الاهلي ومعجلات النادي الاهلي براميز اداءه رائع براميز اداءه مميز براميز زي ما قلت لكم من اول الموسم هو منافس حقيقي هذا الموسم للاهلي والزمالك على لقب الدولي اما الاسماعيلي فالاسماعيلي موقفه يزداد صعوبة يوما بعد يوم